استقبل محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة وزيرة الدفاع هولندا كاجسا أولنجرن والوفد المرافق لها في مطار العريش الدولية واستعرض محافظ شمال سيناء جهود مصر في استقبال المساعدات الإغاثية والإنسانية والغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية وإيصالها إلى قطاع غزة عبر بوابة معبر رفح البري كما أشار إلى أن المساعدات تصل إلى محافظة شمال سيناء عبر ثلاث مسارات برا وبحرا وجوا مقدمة من مصر وعدد من الدول العربية والأجنبية والمنظمات الإقليمية والدولية من جانبها أعربت توزيرة الدفاع عن تقديرها لدور مصر الريادي في صون الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط والعمل على احتواء الموقف في قطاع غزة بالتعاون مع جميع الأطراف مؤكدة حرص بلادها على تعزيز العلاقات المشتركة مع الجانب المصري